موسيقى يسعدني في البداية أن أنقل لكم فخامة الرئيس وللأخوة ممثل الدول العربية تحيات حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه وتمنياته لكم بدوام الصحة والعافية والتوفيق والنجاح وأود في هذا الاجتماع الهام أن أجدد التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية ودعمها لكافة الجهود الهادفة للتوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية ويؤدي لاستعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق أما بالنسبة للخطة التي تقدم بها فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فأننا نقدرها ونعرب عن تطلعنا بأن يتم النظر إليها ودراسة إيجابياتها ومتطلبات استكمالها والعمل على بدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين للتوصل لاتفاق يلبي تطلعاتنا جميعا للسلام الشامل والعادل والدائم ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على مبدأ حل الدولتين واستنادا إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة كما نؤكد على أهمية يقوم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني الشقيق من أي خطوات أحادية تتنافى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي نكرر لفخامتكم تقديرنا لجهودكم الكبيرة وعلى حرصكم للاجتماع بنا لتوحيد الموقف العربي إزاء التطورات والمستجدات بالنسبة لالتزامنا الأكبر ولقضيتنا الأولى القضية الفلسطينية شكرا سيد الرئيس ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة